كي تشعل لك فكرة إليو تفتح لك شهية لأنها 100% طبيعية ما تطير منها حتى قطرة وبزيادة بدون رائحة طيبك عليها الهضرة وش ديري يجيبنين مع إليو طيبك زين إليو الأفضل يجمعنا قدم لكم هذا البرنامج برعاية إليو على الخير دائما نلتقي مشاهدي قناة الحياة الجزائرية مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج دير الخير هذا البرنامج الأسبوعي لكل مرة ينقل لكم معاناة ناس مع المرض محتاجة إلى مساعدة محتاجة لكم مشاهدي قناة الحياة الجزائرية نذكروا أنه البرنامج عنده رقم له تحت خدمتكم طيلة أيام الأسبوع تقدروا تتصلوا بنا وتقدروا كذلك ترسلوا رسالة أسماس عبر هذا الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة والذي هو 05-61-32-32-45 وعيد الرقم 05-61-32-32-45 للبرنامج كذلك صفحة خاصة تقدروا تتواصلوا عبرها معانا وترسلونا حالاتكم المرضية لكهي الأخرى ستظهر أسفل الشاشة وكذلك عبر هذه الصفحة تلقى كل أعداد برنامج دير الخير وكذلك عدد اليوم قناة اليوتيوب هي الأخرى كذلك لقناة الحياة الجزائرية رحوا تصيبوا كذلك الأعداد أعداد برنامج دير الخير على غرار البرامج الأخرى للقناة تعودتوا أنه في كل مرة يحضر معي ضيف وليون ضيفنا نقدر نقول عليه محبوب الجزائريين ولا طالما ارتبط اسمه بالرصد الجوي لأنه مختص في الرصد الجوي والبيئة يحضر معنا الشيخ فرحات أهلا بك سيدي أهلا فاطم صورة وشكرا لقناة الحياة هذه العرضة وهناك نقول لك أول مرة تحضر هذه النوع من البرامج نعم عدة برامج نكون ضيف فيها خاصة فيما يخص الكوارية الطبيعية وفيما يخص حلال التوعية يعني ربما الحيصة ما رهيش بعيدة على ما تقوم به أو نشاطك لأنك دائما تقوم بتوعية الناس فيما يخص البيئة وخاصة يعني الخطوة الحالة الاجتماعية والحالة الطبيعية والحالة الأخلاق اليومية للمواطن نهارا نرحته باللي كما في الديامات هذه تلاحظت باللي نقص الأمطار خاصة في الولايات الغربية تعمل تخلي باش المواطن يتحمل مسؤوليات تتاعه فيما يخص تبدير الماء نلاحظه في الشوارع في أي منطقة غرب الشرق الجنوب هذا هو الضور تاعي وكذلك تنبؤة الجوية وبعد الحالات الطبيعية يعني مبادرتك الإنسانية ما راحيش راحي تقتصر ربما في مجالك اليوم راح كذلك نشوفوك في مبادرة إنسانية من نوع آخر لأنه راح كما على بالك عندنا حالات مرضية مستعجلة محتاجة إلى يد المساعدة محتاجة إلى عملية جراحية كما حالة هذا الشاب لي من ولاية العاصمة بالتحديد بيرتوتاه هو 36 سنة سامي محتاج إلى زراعة كيلة أو يعاني من مرض القصور الكلاوي معاناته راهي منذ سنة 2014 تفاصيل أكثر تشوفوها في هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل ان تزداد خالته الصحية سوءا فوق سوء وتؤدي الى نتائج لا يحمد هقباها في حال تأخير غملية الزرحة اشتركوا في القناة 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 أهي، ما عليك، كمير اللي طعش هادو نعم ما سمعت باللي اسمح لي سمعت كان عندك صقر أنا أمي صقر شخص عندك وعندك صقر 25 عشرين سنة هاكده كنت صغير لي كنت صغير يعني كنت في عمرك حداشن سنة لأنه اليوم رأو في عمرك 36 سنة يعني من لي كنت طفل صغير هاكده أنا أمي والسقر على برك كنت تتراقبه كما لازم الحال كنت تتبع كنت عادي ينتبعون شوية في عادي بس كنت عادي أبلك مات سكاري هو يقدر يطاكي لي زرقان نوبل وشون هما لي زرقان نوبل القلب أعطأ نبيلة ليلة الفواء العينين العينين كل واحد تقاسيولي من أقبل ديجا شفت كيفها شاه تقول العروق هادوك تقول كوفراوها نقع السكر وكنت وكنت تدير في الرجيم صغير على بري واحد صغير يفوتاه كنت تاخد الدواء كنت تتبع كنت تتبع كنت تتبع تتبع كنت نشوي بيع دي طبيبات السكر هادي لانسولين كدو كلش في وقته وكندي ما طالعه كيفاش مين دك طالع مين دك عبط يعني المرضى ربما القصور الكلاوي من مسببات أو من أسبابه هو السكاري ما قالوك شاسكي و جاك منو اه نا يجي منوك السكر 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 اسف ايجا والمط اسف يضافون ممليح ويعسون بيرقبهم وينشفين صباحتين أعطاوا كله كونسين هذا وشفتوا والله يبارك رأيك سخير 36 سنة يعني الحمد لله يعني أنا شفناه باللي يراه مقوين عائلة وأب إيلة طفل هكذا هدا هو الوحيد ديالك هدا هو شدي معلش نكمل تحكي لنا أكتر تفاصيل على المرض ديالك ربما كتا شفتوا في 2014 هكذا قالوا لك باللي كانوا الكليافي زوجو ناشفين ولا واحدة ضربة واحدة ضربة واحدة ما في قتلهم شو ما كانوش عندك يعني مؤشيرات من قبل أعرض هذو كغيرك شغول ننفخها في رجلية في كده بعد دمون ذاتي طبيبات تحسكر تحليل الطبية بعد لقيت البرسونتاج تعلينا كشغول طالعها بعد ذراح تنظر تيكوغرافي تسوي فيت عليهم جريت كده وبعد قاتلي اودي ارمى نشفو لك ضربة اكي تلقيت الصدق يعني هذيك تقيقة تلقيت صدق ما تحملتاش جاتني شوية صعبة اكيد اكيد ماشي حاجة سهلة لانك بنت ماشي حاجة سهلة ونهار تعرف انه عندك مرض والمرض هذا قاسلك حاجة حساسة كما قال الشيخ فرحة يعني دي زوغان نابل يعني من اساسيات الجسم اساسيات سلطول ما عندنا البراتيك تعدي مودياليز والديبلازما ورا قدير المودياليز يعني عندك خصولك حمد لله حمد لله عندك خدمة انا عمه عندك لاصيرونس انا عمل في جامعة عندك ختم وعنده لاصيرونس اقدام امو اخباسكو كومك عشان لاصيرونس على الابالي على الابالي جي شوية صعبة الحمد لله يا ربي يعني شيخ فرحة عبك احنا من عندك في برنامج دير الخير يجونا حالة مرضية هكذا يعني ثاني المرضى التحهم مستعصي تطلب عملية جراحية في الخارج يعني باشي دي بلاسي ويجو لعندنا يا سيسي وبرك لليميسان باشي يحضروا برك البرنامج يعني حكاية تتوني السواق ما يقدروش لانه يعني المستوى او الوضعية الاجتماعية تحوم ما تسمح لهم انهم يجو يعني قيس قيس تلقام كائنا سخير تجيبهم كائنا انهم تتوني بخوغام يعني لانك عندك عمل وتلسل المرجمة ايش بعيدة على العاصمة الحمد لله ما نقررانا في وضعية خاصة تعال كوفيد ديزنا فهذا الاجتماعي لبالي لنقل وسائل نقل نقصين والدنيا والحمد لله هرا واخوك أنا معك الحمد لله او اخوك معك ان شاء الله العيلة نجوزول الميكروفون تاني الامين ربما انا شفناك واقف مع اخوك احكينا ربما على العائلة لما تلقات الخبر تاعه كنا في الضار لا بس صارت لو واحد الموم واحد سماناها قد اكل مرض ديالو كنت نجري به في سبيطارات اختار الاخرانية اديت وجه بالك الوحدة قد اكل الليل على هيا يصارو له مضاعفة عندما يظهر ان يتحلم على السبيطار اوكيس كنتنفيا نقل لك نقل سبيطار فاتنا كان سبيطار وذهب الوحدة الموقفة دقينا هذا السبيطار وضع هذا السبيطار وضع لواقب على سبيطار وضع تحكيل وضع ذهب الauxpots ثم السباح أصباح استاذ الطبيب وحتاجت لي سبيطار 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 منه يدوان اعلق بيننا في الاسم كان الطبيب هذا السباح قال ماذا تألني لنشوفك أشكف وتجيل سبيطر لانايا بشاء لجاء الخوك وتلوش أحد الله غالب تخليه يسوفر هكذاك في الليل قال يرو ماركيتك بلاك تجي أشكف ويدروروا ليروسو يعني كل أسبوع مرة في الأسبوع طرحوا لت منتك شاكجو سمعنا كمبليك ومدال سبيطر يعني أنت ربما راح تكون على حساب العمل ديالك إذا لك عامل تاني؟ بانسير اي واش نعيط لهم المبلية والدخول لو مريد ما نقدشي جي حتى هم ما كانوا يفهموني حمد لله هذه نقطتان مهمة أن نشيروا لها لما تطح في ناس ممنين كما هدو احنا على بنابل الجزائريين عندهم دائما ضرة إيمان داني يحبوا يديروا الخير حبيت ربما باش نذكر برك برقم الهاتف ديالكم هذا رقم تعامين ربما 07-72-94-73-51 للتواصل مع أمين الأخ أمين أو سامي 07-72-94-73-51 أمين محتاج إلى عملية جراحية تقام في تركيا تكلفتها 450 مليون سنتيم كذلك سوف ندخلوا أو يعني رقم البريد يظهر أسفل الشاشة نحن نقول لها هذه النقطة أنكم تواصلتوا مع تركيا ربما هنا هذي اللي راك حاب تحكيها لأن الطبيب اقتر حالك نعم قالوا بلي نجحة 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 من الجزائر لا نجحة نجحة سبيطر شرحنا له شكرا سبيطر هذك الطبيب تعدوية لا لا هذي تعدوية وإذي اللي يقول لك طبيب كثيرا طيب يبدأ له دك وما قالوا دك شوف انتا وين مقدورك وين تقدر تديرها مو هنا في الجزيرة هم يديروا اللي تنصب نظر يديروا هلا هنا ماشي ما يديراش مي باسكو الالكاد يالو دياليز هادا ايو كي يجو يديروا لهم كان شي اللي كلينيك والاسبيطارات ما عندهم مش لاباره تا دياليز واباش يدخل يو بيري لازم يدياليزي يدخل يو بيري كي يخرج يزيدي دياليزي يعني تكون في متابعة مو ما يكمل مو ما يدير لوبيرات شوفنا واحد اللي كلينيك تاع شوفالي سينامس هاداك شوفنا معهم رحوا بشدار الكاتي هذا اللي وديروا اللي هنا في سترو خضرنا معهم قالوا لنا لما جوريتي اللي داروها اللي هنا نصهم اللي كبال قاعدت وفاقوا باسكو كي يديروا كي يو بيري والهم ميجو يدهم المصطفى وباشر سبيطار باش يدياليزي ويموتوا في طريق سافية لابيها كونتا سينا بايتكوتوريين كمسان اما جوريين تفعوا لنا بريتكه لمو دياليزي برا نسبهم المبليه المو دياليزي نسبو عبر بطراب الوطني بايتكا سينامس محروف في الجراحات التعالقلب ويصون فريمان سيشياليزي في الدومان في ستروفة للرهن للكور ودنيا بسح الشيخ فرحيت ربما سوال وينك تشوف الخالل؟ أين يكمل الخالل؟ الخالل تنظيم تنظيم كاين على مستوى المستشفيات كاين هاد الوسائل نفخولوجيا هادي جنظر نظر انا بغيت نصف الدم هادا ستنا بغيت مانتنو الحمدودين تتوفر على التراب الوطني تروحين السامن راسات كاين تروحين تروحين كدوف كاين لأنها ما هوش خير هو اللي عنده هذا المرض نصيبوها هذا الامراض نصيبوها أطراف التريطور الناس للناس مساكن تروحين الموديونيس أمام العملية اللي قوم بها و اللي راح يقوم بها هي زراعة الكيلة راه ينجح نشوفها 85% وما كشفه مضاعفات أو صعوبات هو البوشكل اللي كما عقالول بسكولي الدياباتيك الدياباتيك وثانيك واحدة الدياباتيك على باكو سيكوا الدياباتيك اللي عنده انطود السكر عالي في الدم و الدم هو صح و الدم هو سيريران يسفيوه فهمتي لانترانسبرانتاشون بسكوا عنده انطود شخوني مدلو لرن ربما هو كي راح يت العملية كي راح يديرها في تركيا أسكو كين واحد التمات اللي راح يمدلو ضمنوكم باللي كين واحد اللي راح يمدلو كليا لأنه اسمح لي بات نعود نذكر أنه سامي كلاويه في زوج لا يمشوش هو محتاج إلى كليا واحدة فقط باش يعيش نعم احنا كان الاخت ديال الاخت ديال الكبير علينا نعم هما الدقيق قالوا له باش تدير هاد الوبراسيون قالوا له شوف داركم يديروا اللي زاناليز للدم بتاعهم تطابق مع الدم بتاعك ويقدر يعطيلك يعطيلك درنا اللي زاناليز خرجة الطفل أختي ياللي تقدر تعطيينه الحمدلله ورطبنا لأنه دائما في استشارة دائما قوموا باستشارة طبيب الخاص بقناة الحياة الجزائرية والدكتور ايد قاسي اللي نوجه له التحية ونشكره لأنه دائما كل يعني كل عندنا حالة دائما في اسئلة نطرحها لي لأنه باش يكون عندي علاعد في الموضوع ربما أنه الكيلة مراش تحتاج كذلك أنه يكون فيه مطابقة يعني الانسجة الكيلوية ديالخوك ولا كذلك ربما حتى النوعية أو الزمرة الدموية ما تحتاج أنها تكون مطابقة يعني اللي قريبة مم يقدر أي واحد انت تقدر تمدلو ويعيش بهاديك الكيلة قول لي متانيك ما عندوش موش نقدرون نحن نعيش بكي باش الانسان يعرف باللي كيلوحدة نقدرون نعيش وعادينا هذا ما يحتاج بريد كيبتك أجل الوقت وكيبتك كتبتك وكيبتك وكيبتك لم تكنتك كذلك ربما تقافت أنك تتبرع بالأعضاء شخص حد ما كانت لأنه تجغل إنسان تراجع إلى كذلك العقلية الجزائرية والعقلية هذا الشخص يجيه صعبة أنه يمد حاجة حاجة ويتبرع حاجة حتى أنسار تنطان شفوا باللي باش العلماء في الدين باش يفتوا باللي يقدروا من الواحد ميت وين اللحب تقاف كما في أوروبا تقدر أنا في حياتي هكذا يقدروا من الجزائر أنا أول لأنني رحل طلوحي وكذلك لا يصير لي يقدروا 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 أنه نمد للقلب نمد الكيلة نمد الكوغنية العينيين ربما بدأت أنا سامعة شكرا إن شاء الله بدأت مبادرة من هذا النوع أنه الناس يعني تدير فورمولاق يعني تكتب كامل أنه لا قدر الله والموت حق علينا كامل لجوغ هذا أنك الأعضاء تبرع بها ونذكروا كذلك أنها تعتبر صادقة جارية أه صادقة جارية أحكيكم أحد الأصغار هذا ما أرى أمريح لن ترى أحد الكوبر الأمريكان راح للطاليان سدي ميدياردير راحوا نووياج لإيطاليا إيطاليا لأباك بلد سياحية مهم كي راحوا عندهم طفل صغير واحد ستنين ولا سبع سنين كي دنابوهولوا مطفل هذا سرقوه سمعوا به سدي ميدياردير خطفوه مهم كي خطفوه وبعدهم قالوا وعيطوا لهم قالوا ببادا كود قولوا راح بوليس لسح قواتوند مليون دولار يعني طلبوا منهم فيديار مبلغ مالي باش يرجعوا لهم الطفل مهم 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 هلور 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 سبقوا وقالوا شوير راح بوليس ومعنت كي سمعوا باللأخرين قالوا مكنت قولوا راح بوليس خفو هلور ما راحوا يمدو هذيك لديها هذي وما قالوا بلك الله قالوا فخاص خطر مطفل صغير وقولوا بوليس سمعت بلافر بلي راح نمدو راح وتبعو هم ستدي شكلت مو قبضوا هذوك وصارت عركة بينتهم الطفل هذك مات 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 كي مات حد ما قال حددو كليس سرقوا طفل راخور طفل مات كي باش عمل بابه وإمه تبرعوا باللقاء الأعضالي في وليدهم هذك للأطفل طاليا ليس حق يكون يعطاؤوا لأطفل عنده ست سنين ليس حق بديوا تخلعوا طلاين كي باش هدوا جوا من برة جوا لعند ناحية سرقوا لهم وليدهم وطلاين سرقوا لهم وهو السرا وهو السرا ومعدي يتبرعوا سقسوا الأب ودام مام البرزنر قاني نارذي بوك استقبل هذك الكوبل هذك استقبل هم استعجب وطلب منهم السماح وطلب منهم كلهم هندوق على بلي وليلي صغير هذا مات على بلي وعيش في طفل هذا وعيش في فرنسيسي واحد عيش في روم واحد عيش في نابل واحد عيش في التورا عيش في بلي طفل ذات عيش عطا حيات بواحد خري باش تشوف هدي مسألة تبرع هدي الإنسان يقدرها أسرات لأكسيدن ويستعمل لأخر بعض العباد يعدك صح ومنها تقعد صداقة جارية وكل على بنا أنه تقعد صداقة جارية وحدما نتمن وإن شاء الله ونطلب الشفاء لكل حال واختك اللي فريمون راح تبرع يرطيع الصحة وطانيك بلا هدي ناكون بردن من الإنسان سورته هدول اللي ما راك بسكر لازم يرقبو رحوم لازم يعيش رحوم لازم يعي المكلة تحمي ومتبع الطبيب والحمد لله حمي ركما لنسونين ركتسيب كاين الطبيب ركت ما تخلص مولو حمد لله الحمد لله راب بورك محتاج إلى مبلغ مالي قيمة 450 مليون سنتيم الباش يدير عملية جراحية تقام في تركيا أنا أخلي لك الكلمة الأخيرة توجهها لمشاهدين الكرام كوش نقدر نقول نهضر مع الناس الخير على بالبلي ناس زايا ناس ألجي يحبوا يدير الخير ما يتغير مكسي قال ألجي قال 48 ملاي ألجي 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 المرجال تحب يصدق معرش معرش راح قريب لي ونقلوا بلي ونقلوا بلي ونشوفوا إن شاء الله ونضكروا كونتاكتين تم في الحومة في فلانطوراج دياننا ماشي مشكل ونحنونا مازال رجال مازال ما زال ما زال مبلغ نمدنا المخرج رقم الحاتف تعكم وكذلك نومي ويظهر أسفل الشاشة أسفل الشاشة معلش تفضل كم من النيداء ديالك ديكو شح نقول أنا نطلب من الناس الخير يعاونه خويا راو يعاني بزاف ما هو يقدر يدوش ما راه قادر يتنفس ما يرقد كي الناس ما حتى برا الناس اللي يلون طوراج داع التعنف الحومة ما ما يقدر شي خالط الناس باسك مريض ولي في الخير ربي يجيب ونطلب من الناس تزاير هادو ما كان ولي 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 يعاون نهر وإنسان مولا ولدات عنده طفل في عمره خمس سنين ربي يخليه له مشاء الله ما نحن بني تنبعي الشر أنا حاب يروح يدل الناس ديل في هالخير تعطيل ودراهم باش يدل لوبيراس جهدي في الترك باش أمو يروبوزي كش عشر سنين يامدو ملوش بسعو وشنو يروبوزي مرم أعمر بياد الله أعمر بياد أمين أدني ذلك ترفحت الجلية الجزائرية ليه في الخارج نعم ما اللي هاو قال يحب يعاون هاو في الجلية الجزائرية في الخارج رأيت قلبت من الملايين جلية الجزائرية ما يشتراص عبر دات العالم قلبت من الملايين كان الناس لأحب 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 رزقهم هاولي حبي دي الخير دنيا هادي من دو معنا مال صح معلش نزل نخلو الكلمة ليسامي كلمة أخيرة مختصرة ربما توجه هالناس المحسنين يتشاهد فيك شابت نقول لك الأختي كيما قال أخي يا أختي أتمنى الناس تعاون المؤمنين اللي قادرين عاونوا باش يعاون الشي اللي قادروا عليه باش يعاونوني نطلع لتورك ندير كلية إن شاء الله ونبرة ولي فيه ربي يجيبه إن شاء الله إن شاء الله يا ربي عطينا تبسيم عطينا آي بارك الله بك إن شاء الله أنا في ربي ما فيغ الخن إن شاء الله أكيد أكيد للبيت المركة محرز شفتوه أخلاص الحمد لله دائما في خدم دائما هذا المعالات أو في هذا الألم يبقى الأمل دائما لازم دائما نحتفظ بالأمل مشاهدينا إحنا وصلنا إلى نهاية الفقرة الأولى نروح إلى فاصل ونعود ونقول مع حالة تانية كي تشعل لك فكرة إليو تفتح لك شهية لأنها مية بالمية طبيعية ما تطير منها حتى قطرة وبزيادة بدون رائحة طيابك عليها الهدرة وش ديري جيبنين مع إليو طيابك زين إليو الأفضل يجمعنا ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج جدير الخير وفي الفقرة الثانية للتحق بنا اللحظة نرحبه به ونقول له بدل اليوم ضيفنا هو محبوب الجزائريين ونضيف معروف بإنسانيته رغم أنه هذه أول مرة يحضر في حصة اجتماعية خيرية إنسانية ليس كذلك شيخ فرحاد وإحنا بارك الله وإطيك فتنصارة ومرحبا بك اللحظة ومش نقول لك أنا كيكون في هذه الحصصات ويعني نقول لك صح ما نقدرش نقول لك ديال وكمنا بحضوره ولا بتجربة بكلمة بكلمة كما قل لك الحضور هذا يخلي بش نعطوه ذاك الامل للإنسان اللي رح نحتاج المعانا من المواطني لأنها الله خالب الوقت صحيب وخاصة الناس ووسائل إعلام كينين وكل وسائل مكينين وقدروا كالناس اللي حبين النير والخير عندهم الله يبارك ربا يرزقهم مال وحبين في الحياة اللي انتاحهم المال انتاحهم يستعملوه للخير يكون هذا يخلي يتربط بين المحكاج واللي عنده باش يقدر يكون معاونة إن شاء الله مكينة بارك الله فيك عبر الصفحة الرسمية للبرنامج اللي هي الأخرى ستظهر أو تظهر أسفل الشاشة الحالة اللي جتنا الحالة الثانية اللي حضر معنا جتنا من ولاية الجلفة لطفل خمس سنوات يعاني من يعاني من نقص في صفائح الدموية معاناة هذا الطفل ربما نخليكم تشاهدوها أحسن نرحبو به بخال الطفل شكري يوسف أهلا بيك أهلا بيك مرباء الشفاء العادل ليوسف لا يعفضك أحكينا أكثر على الحالة المرضة يوسف المرضة عدوا نقص في الصفاء الدموية اللي بلاكيت يحرقوا ليه حتى الدم الأحمر نديروله في الدم ديما عدنا كنا نديروله كل شهر شهرين وليني نديروله كل نهارين كل مرة كفايلة كان المرض نديروله حتى ربع مرات خمسة يعني الحالة يعني الحالة يوسف يضعفت يتقير في الدم يلعطيف يلعطيف عدوا ميرقودش في الليل ميرقودش شحال عندكم اللي اكتشفتوا المرض تعيوسب عندوا وعد برأس كعامين يعني كي كان في عمروة ثلث سنواتين ربما معلش نعودون ولو عندك فكرة لأنك كونك الأخ الأم تاع يوسف يعني يوسف زاد عادي زاد عادي والحمل تاع الأخ ديالي كان عادي نورمالي كل زاد عادي ما كانش عدوا مضعفة ما كان سقير كان يمشي نورمالي يلعب يلعب عادي من بعد بدأي يرعف ما يحبسلو شده نده لسبيطار بعد نده لسبيطار ونشوف فيها جبناء حتى هنا وما كانوا يقولون لكم في سبيطار نذكروا أنكم من ولاية الجلفة جلفة فيل مدينة جلفة فيل كل مرة كفاء يقولون نفس بيطار كيف كل مرة وش يقولون لكم وش كان يرعب كان غير يرعب كان مش بين المرض تاع كل مرة يقولون نديرو تحاليل تحاليل كل مرة تحاليل تبين نهاجة واحد اخر حتى توصلنا للمرض هذا الميكروفون شكون كتشف المرض الذي يعلوه في الجلفة اكتشفنا جبناه حتى هنا العصمة بعشعة وش قالوكم قالوا أن عدوا هذا نقص صفائي الدموي هذا لموال لموال المرض هذا وش كان يعني وش يطلب لازم عملية زراعة نخاع مولا رح تقام قتلي في تركيا قيمتها مليار وستمئة مليار وستمئة هي قيمة العملية الجراحية اللي محتاجها يوسف ربما يوسف راكو تشوفوا أنه لون البشرة دياله مختلفة راكو تشوفوا باللي غالب عليه اللون الاسفرار ماشي بلون لأنه ماشي أبيض راو غالب عليه اللون الأصفر هذا كافي ربما أنه الحالة دياله أنه يوصل المشاهدين المعاناة ربما أو الصحة دياله كشراهي نذكروا أنه رقم الهاتف دياله رويضهر أسفل الشاشة 06-64-44-44-93-06-64-44-43-93-93-93-? كذلك سيظهر السي سي بي تاعهم باش اللي حب تساعدوا باللي كان لأنه المبلغ المالي ربما كاي الناس را يتوفيه كبير أنا ما نقولش كبير أنه ما يكبرش على شعب الجزائري دائما يعرف أنه في مثل هذه المواقف يعني ديالي في اليد شيخ فرحات راوي 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 حبيت نسخي كبر خانايا راوي وقدم كيفش في الشخفاء كيفش راوي سيبو كيفش أولا العائلة يتمدون لأن نسيت تبرع كل مرة كيف مرة العائلة هلو الناس اللي يتبرعوا بالدم هاك تشوف طفال مساكن صغار هاك دائيا كما هل تخذ هذا كما يقدر يكون وليدهم وكيون آآ اللي يتبرع بالدم يقدر يسوف ينفي كما يقول كيف وإن شاء الله كما كتقول مش حال المبلغ تعسومة العملية الجراحية اللي لازم تندار في توركيا بد كين رجال رجال كما بمعنى الكريمة في ولاية الجلفة والولايات المجاورة الغواط والمدية والمسيرة وكل هذي الولايات اللي مجاورة للأخر نقدر يكون إن شاء الله الناس اللي ننشدوهم من خلال برنامج دير الخير ومن خلال قناة الحياة الجزائرية أنه يوسف محتاج إلى عملية جراحية تقام في توركيا تكلفتها مليار وستمئة سنتيم مبلغة نقول باللي ما يكبرش عليكم لأنه في الاتحاد قوة شوية من عند هذا شوية من عند هذا حتى إن شاء الله ننمو المبلغ المالي ليوسف لأنه يوسف محتاج إلى صفائح دموية كنت قلت لي سيدي أنه ملقى ما كاش هنا في الجزائر هي تطابق تاو ما كانش لازم في الأهل تاو الأب ولا الأم داروا الأب والأم داروا التحاليل وما تطابقوش معا لازم له النخاء يشرع من البنك ستاو تحتاج إلى زراعة نخاء شوكي عظمي 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 المخدع العظم العظم الشغول بأعزمبل داري الصغار اللي تقبطهم الليسيمي الليسيمي هذا هو الكنسر تعدم صغيراً لازم يكون واحد يقرب بزف بزف ليه تحاليل باش يقدروا ينحو الأموال من الأخ والأخ والأخ ويزرعوها في الأموال المريض باش تعود باش هي المخدع اللي في العظم هذا هذي كيلي تخلي باش دم يتوازن يكون يتوازن يعاودي يأخذ مجراياته ويعاودي تجريبا تجريبا والحمد لله ذكرها كانت كانوا عند عشر أول عشرين سنة كانوا يروحوا لفرنسا باش يديروا العملية دركها هنا في درك في واحد مفاميليا كان في عمرها نجحت وما نجحت وما نجحت وما نجحت بالساحة راهي ستين سبعين في المئة راهي تنجح هنا في الجزائر فيما يخص الكانسير هذا لليشيما تاع الأطفال وها من خلال هاد الأخر نحبيت نقطة الناجح هل ضمنوا لكم أنه في تركيا راح تكون العملية ناجحة؟ ضامنة بنسبة تسعين تسعين بالمئة وقالوا لك باللي أنه صفائح صفائح للطابق صفائح يوسف موجودة في موجودة في تركيا لسنا المستشفى وردنا نرمال مو كي وما لديهم بنك لديهم بنك لديهم بنك الأعضاء نعم لديهم بنك إن شاء الله لديهم هذا النذاء للمسؤولين فيما يخص الصحة لكي يعرفوا باللي كمال الدم البنك تعد الدم البنك تعد الأموال البنك تعد الأعضاء كي بيقولك الناس تبرع إن شاء الله ربما فتحنا نقطة أول مرة نفتحها في برنامج دير الخير وهي التبرع بالأعضاء للملال أنه نعرف أنه ديننا دين كي ما نقول إحنا دين صداقة دين سلام وطرقيا ببلاد مسلمة طرقيا ببلاد مسلمة وإحنا الدين ما يغلقش الباب في هذا المينام أنه تجارة معاربة يعني تكسح أكيدها ستكون مربحة في الدنيا والآخرة ربما الكلمة هذه ستكون أولي لي يعني الجسم بتاعنا يكلوه الدود وطرقيا بما لا نعطوا حيات أخرى لناس رأي محتاجة بكي ساسوان نتبرع لهم بالأعضاء وكذلك نذكره كذلك بأتبرع بالدم وهي مرة في ثلاث أشهر يعني ما تاخدش وقت كثير ورح تحيي نفسه أخرى ومن أحيا ومن أحيا نفسا كما أحيا الناس جميعا أحبيت كذلك ناخدش معلومات تعالى يوسف يوسف حليل ما وشي قراءة ما راه يدير حتى يمشي بالمرافق ما يقدرش حتى يمشي ما يقدرش يمشي يمشي مئة متر مئة وخمسين متر يعني ما يقدر والمكلة دياله وكيفش يأكل أي تباح حمية وريجيم لا لا يأكل عادي عادي ماذا؟ بصرح المشي وما يقدرش يمشي في الليل ما يرقدش دم دي ما يسيل وفوم يا لاطيف يا ربي الميكروفون برك دي فوي ثلاث مرات ربعة في النهاري يخرج دم وفوم يوسف أي عندي ولدي هيا عندي هيا عندي ولدي هيا عندي ولدي هيا عندي ولدي هيا عندي ولدي هيا قادم معي أقعد معي هاكو تشوفوه في هذي هاولي أحبي دير ما حاجة مني حما ما أعصرش الكليبات صغير هاوجي للمستقبل يعني دير الحاجة ربما الخير راهو يجي حتى البيوتكم راهو يدقدق حتى البيوتكم عاودوا ونذكروا بيرقم الهاتف تعيوسف يظهر أسفل الشاشة 06-64-44-43-90 يوسف محتاج إلى عملية جراحية تقام في تركيا تكلفتها مليارو 600 سنتيم محتاج إلى حياة محتاج أنه يعود محتاج إلى حياة لأنه كما نقول إحنا يا حيو ميت لأنه مراش يقدر يمارس حياته مثل أقرانه وكذلك المحيطة والأمة والعائلة نشفنا الخال اليوم جامعة لابلي بلي كذلك إنو الوالدة راح يتعاني فيه ربما ينسح القرف فيه صمت يعانو ماقدروش حتى يجوهنية ماقدروش يهدروا كي يشوفوا حتى الوالد تاعه مريض مرض منه بالك يباتوا قاعدين يرقدوا صباح نشفنا وإنه يقدروا يحاولوا بأي حاجة الله هو على وداية الجلفة الشيخ فرح تنذكره الله يباركين الرجال في الغوار في الجلفة هنا في العاصمة في عدة ولايات حتى الجزائرين اللي عايشين بالخارج أكتوفت كما يقولك ساتين وصان طفل صخير مسكينة صاب كما يقولك تقدر تكون فيه ولادك ممولة بأي وأبعيد شرع لكل حال متجورة هاوين بني هادي من دمعنا هو له خلوه هذا خلوه واقع إن شاء الله تقفيل هذا يكيبرا إن شاء الله ولمه دي الصندرس اللي اللي سم له بشير العبلية يقدر يكون باحث ويقدر يصيب يكون طبيب ويداوي هادي وقاع كما يقولك الصداقة تكون جارية فيها تدور حسنات معاه لأنه يقدر يكون صالح إن شاء الله هادي يوسف كيتكبروش أحبية تولي طبيب إن شاء الله داوي يقدراري إن شاء الله هاكتو إن شاء الله حالتي يوسف أكيد مراهيش اللودة ومراهيش الأخيرة ربما كذلك شفنا أنه في حكاين ذلك حالات على مستوى ولاية الجلفة كذلك كاين حالات لمستوى الجلفة هذا الطفل معليش لأنه هذه الحالة تاهم كيودوا في سبيطة يعني نفس الشيء معليش أكتر هذه الحالة تاهم هذا معروفين في اللقاء يعني يتردقوا بالدم يعني هما ديجا راهي فيهم كمية كمية تاعدم ينصحرقوا وهذه الكمية راهي تعاود تخرج لهم ربما هذه اللي متعاودش تخلي لون البشرة تاهم عادي لعندهم نقص في الدم هلا بنا باللي اللي طلع كيكون واحد مريض ويصفار ويعاود يعاود يبرا ويقولوا يطلع الدم في وجهه احنا لنا نشوفو باللي يعني صراحة الحالة واحدة راه يتكلم وحنين احنا قبل ادخلني اكل ومسكتات ايش شوياجة مسكينة ايه مدلي هكذا يوسف قعدت احنين في حياة كتكبر تولي راجل ان شاء الله تبرع وتولي راجل وقاع ايه رفوق تعرف تمد انت تانيك هذا الميكرو هذا دائما في وسط هذا الالم نقولون ونذكر انه فيه امل دائما لازم نزرع الابتسامة انه عندنا امل في ربي سبحانه انه الحمده ربي انه كنا مسلمين نقولوا انه هادي تجارة مع ربي دائما ربي جعل فيها جعلنا باب من خلال هاد الناس باش ندخلوا للجنة ربما كذلك يتفعلنا البلاو وكذلك ينقصنا اذنوبا انا حبيت نخلي كلمة اخيرة ربما توجهها للناس المحسينة كيساسوا دائما نتذكر كذلك على مستوى ولاية الجلفة او حتى خارج الجلفة معلش نقول لك حاجة في الجلفة هل جربتم منكم تتواصلوا مع جمعيات ربما او لا تواصلنا مع مش جمعيات شباب ناشط درنا له حملة وبعد جال المرض هذا الوباء حبسنا عدنا منش درد حملة ومشيت هذه الحملة شوية مشيت شوية وكيف بداش اقول الناس تعرفوا حبسنا جال الكورونا وحبسنا معلش حناية مننا من برنامج دير الخير على بالي بلي انه في ولاية الجلفة يتبعوا بزيف قناة الحياة الجزائرية ويتبعوا كذلك برنامج دير الخير وهذا ما يعني اشرنا له المرسل بوغراب موصل انه بهو اللي وصلنا الحالة الحالة تعكم وحالات اخرى كذلك راحوا تشوفوها في الاعداد القادمة من برنامج دير الخير ويوصل هاد الحالات احنا معليش انه الحملة دائما شيخ فرحات تبدا من الواسط اللي عايش فيه وتبدا تكبر وتخرج ان شاء الله هو كائن الرجال كائن محسيني ان شاء الله واني ذا هدا موش غير سكان ويلة الجلفة حتى سكان ويلة طمار راسة تندوف مغنية سوقها راس العاصمة في المهجر اللي يقدروا يعاون هدا هدا اللي نوصان هدا يطفل هدا هباشي يقدروا يدير سبور كمان اطفال وخلين يقدروا يتبع دروس كمان اطفال يمشأ حياته اليومية يعني والله صورة ومعلى بلوش مسكين ومعلى بلو قاعدة ما يقدرش عارف ولكن شكونا راو محن كتر شيخ فرحات داي من الوالدين دمالي محنين مع اولادهم او الاهل خالتاني كاكتوب فيها وخلا خدمتو خلا شخالتو سوتو مع الوضعية الوبائية اللي عايشين فيها نحن ندعو ربي سبحانه الله ويرفع كذلك كل مرض على هاد الناس المريضة كذلك اللي راي محتاجة ونقولوا ونذكروا انهم بكم انتم مشاهدي قناة الحياة الجزائرية الناس المحسنة الناس الخير اللي راي تشاهد فينا دائما وافية كذلك ونذكروا برقم شكري يوسف اللي محتاج الى علاج في تركيا رقم ديالو 06 64 44 93 وهو يظهر اسفل الشاشة كذلك اللي كونت سي سي بي لا يستطيع ان يتصل به يستطيع ان يبعد مباشرة شيخ فرحات نذكروا انه دائما لما نجيبوا حالات مثل هذه نخلوهم يتواصلوا مباشرة مع المحسنين ونذكروا كذلك انه فيه ناس وكنا نذكرنا في الاعداد السابقة انه ناس هكذا محتاجة الى الى يد مساعدة الناس ستستغل هذا الوضع وستغلت كذلك القناة شيخ فرحات وتواصلت معهم على اسم القناة وتقولهم عاودوا اطونا اطونا هذا المبلغ الفلاني ونحن نزيدون نسهل لكم الامر اطونا كالقناة لما توصل لنا او الحصد برنامج ديالخير تخليها مباشرة تنبيذ هذا الناس والناس المحسنة لذلك اضفنا كونت سي سي بي شفت شيخ فرحات يعني حاجة كما هذي كما نقول احنا انسانية خيرية وان القلب يتقطع كالناس انتهازية تستغل هذا الوضع لمصالحها الخاصة ان شاء الله اربي يهديهم هذو اربي يهديهم لان الدنيا هذي ما فيه وانتو فعيلنا وانتو فعيل واش دار عمل خيرية لدارها واش ووقف معا يلو كان باباه ماهخو اختو جارو وولد بلاده وولده هذي هي من شاء الله يوسف ان شاء الله مش نقولك الجزائريين في هذ الدومان هذو تبارك الله فيهم هكو تشوفوا هذو هذو يا يوسف ان شاء الله احنا مدى بنا تقعد في ونفوت على ولاية الجلفة لانها ولاية الجلفة قادرة 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 ما كان لها قاع الولاية الاخرين ولاية في اليوم في الخارج قادرين ما يبغيش غريده وهو يسكلفوا به ويسكلفوا بعدة أطفال ان شاء الله احبت نقول انو انتو ما كنتو قدتلي انو مقبيل جاريتو فيه على مستوى ولاية الجلفة وبعدين رحتو جيتو هنا مباشرة للعاصمة جربتو انكم تتواصلوا او تجرو به في مستشفيات وحدوخرة طرحوا به مستشفيات وحدوخرة ما جربناش ما جربناش بصح ما كاناش لانو ما عندوش تطابق كنجا عندو تطابق تقدري تزري به في مستشفيات وحدوخرة يعني فقدوا لكم الامل لي صح القول ايه فقدوا لنا الامل انا نقول انو اكتر ارنا 45 مليون جزائري تلقى تلقى واحد ربما بنفس الزمراء احنا ندروا النيداء انسي جامعي ولا او كين رقم الهاتف يقدروا يتصلوا والاطيبة والاختصاصين في هذا الميدان يقدروا كذلك يتصلوا يتصلوا بالحصان ندروا من كونتاكت يقدروا يقول لكم جيبوا طفل هذا نشوفوا وواقع نقدروا ان شاء الله ولماذا يقدروا الماديين ماليين يعاونوه يعاونوه اي واحد قدر يعاون في سواء من الناس العادية ولا من السلوطات لما لا وزارة الصحة ووزارة التضامن نخاطبه كذلك انو الداكاترة في المستشفيات في المستشفيات او في العيادات الخاصة اللي راهي قادرة كذلك تشخص ربما يوسف على بالي انو ربما الامر شوية انو يطلب الصفر الى الخارج وربما لا لما لا ربما كان فيه علاج احنا على مستوى ان شاء الله ان شاء الله يبالك عيادة جديدة راهي تنشطوا ما ناش سمعين بها على مختلف ربما في اي ولاية وعلى هذا دائما وجوه احنا نداءنا ما يتوجهش كذلك احنا مدى بينا يبدأ من الجلفة لانه دائما يبدأ من الموحيط ويخرج كذلك نوجد نداء الى كل من يشاهد قناة الحياة الجزائرية يومني مشاهد برنامج دي الخير داخل او خارج الوطن ربما انا نخلي لك كلمة اخيرة توجهها الى المشاهدين انا نوجه رسالة للرئيس ان شاء الله يعاوننا في هذا الدفل نوجه الوزير الصحة احنا رسلنا عمرنا طينا الدو سي تاو الوزير الصحة للبرلمانيين جابوه هنا طينا حتى الوزير الوزير الخارجي داخلية جرات جاء الزيارة الاخيرة للجلفة طينا الدو سي تاو طينا الدو سي تاو طينا الدو سي تاو طينا الدو سي معنى احنا نجدد النداء من خلال برنامج دير الخير انه على بنا لما واحد يكون مسؤول يكون عنده عدة مسؤول يعده عدة مهام متعدد المهام احنا دائما انا نضم انه الوجه نداء اقبل كل شي الى رئيس بلدية الجلفة الى والي ولاية الجلفة انصح القول اللي راهوا يشاهد فينا اسكوشي جربتوا انكم تتواصلوا معاه ما اتواصل معاه قلت لي انه في الحالة الحالة على مسؤول الجلفة كينا غير حالة وحدها كيما كينا هو كينا هارون قنشوبة هارون هارون قنشوبة اللي راحين مع الاسابيع القادمة ان شاء الله راحين عبدون جوجه كيف كيف خمس سنين خمس سنين كينا هنت واحد اخرى طفلة واحد اخرى صغيرة اسمها مري عندها من نفس المرأة شفاء العاجل يا رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله ندائك يوصل الى ان شاء الله نقوله دائما ان شاء الله اكيد راح يوصل الى مشاهدي قناة الحياة الجزائلية شفض الواصل اذا عندك كلمة بتزيدها نشكركم على هذا الاستيضافة نشكر الصحفي موسى بغرب ندهول له ان شاء الله يجيب له شفاء لم يمتوب نشكر الشباب بتاع الجلف اللي يرام واكفين معنا ويعاونوا فينا ونوجه نداء الناس الخير ان شاء الله يشوفوا فينا ويعاون بهذا الطفل ان شاء الله يا رب العالمين اللي عاودوا ونذكروا كذلك برقم الهاتف ديالولي هو 06-64-44-43 او يظهر رقم الهاتف كذلك او يظهر الحساب البريدي نموت ccp اللي رو يظهر كذلك هو أسف الشاشة إذا ما قدرتوش تتصلوا به يعني وباشارة فيه ناس شيخ فرحات انه تحب الدير الخير بتخبية خبية قولك هاو طفل الكلمة اللي نقولها هاو اللي حبي الدير الخير هاو اللي حبي كما يقولك يستثمر الدنيا واخر الحساب عربي سبحانه هاو هاو لك هذا اللي شكرا لك شيخ فرحات ربما اصلنا فيك اليوم حتى انه مقدرش تتكلم يعني ونعرفوا انه شيخ فرحات ما يخفاش عليه انه يعني عنده سلاسة في الكلام لكن اليوم شفناك انه شيخ فرحات مقدرش تتطفل صغير كما هذا مقدرش تتكلم ما على بلوش يعني انه نشوف في والديك كيف يحصل على مساكن وصابة واريفية تول مانضاه ما وش يقول وعده ما وش يقول لها تقدر تكون فيما وش في ولادك في ولاد ولادك وتشوف فيهم تقدر وعدك شيء امكانيات الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين كاين ناس محسنين كاين رجال كاين نيسا كاين ديفريمون حابين ديورخين ما عارفوش وين همش بوه هذا قاس الموق دو كومينيكاسون حساس كيما هذي مليحة انها تخلي بواب مفتوحة وتخلي هاو النلاقات هاو طفل صغير ملاقم سنين في الجلفة محتاج لعملية جراحية في تركيا وهذه العملية جراحية أكثر من مليار وستمائة مليون هي حاجة قلي ولا حاجة قلي ولا يقدر الإنسان كما يقول لك يتبرع كل واحد كماش يتبرع عليه يتبرع بإنسان كل واحد وحتى اللي بولوا هذي الاصماتي وان شاء الله يبرع ان شاء الله يا ربي هذا ما نتمنى ولكن شكروه كذلك نتمنى له الشيفاء ونقولو تاني يا ربي يعطي قوة للميمته والماله كذلك شكرا لك شكرا لك شيخ خرحات يا تك صحة كل مرة يعني يكون في إضافة لما تحضر معنا عياة إن شاء الله إن شاء الله من هالي تبت العدد تبت برنامج دير الخير نذكره انه لفاتوا العدد يلقاه عبر قناة اليوتيوب لقناة الحياة الجزائرية وكذلك يصيبوا عبر الصفحة الرسمية للبرنامج اللي ستظهر أسفل الشاشة أو تظهر أسفل الشاشة كذلك في هذه الصفحة تقدروا تتواصلوا معنا وترسلونا وترسلونا أي حالات ربما في محيطكم ربما في عائلتكم تقدروا تتواصلوا معنا عبرها رقم الهاتف للبرنامج المخصص هو الآخر تحت خدمتكم طيلة أيام الأسبوع يعني سبعة أيام على سبعة أيام اتصلوا بنا معاها أو رسلونا رسالة اسمس أو نصية اللي نعود ونذكر به 05-61-32-32-35-45 بهذا نكون وصلنا إلى نهاية العدد اليوم إن شاء الله دائما أمنوا أن نكون فيه صادة إلى الملتقى سلامة أهمية بالمية طبيعية ما تطير منها حتى قطرة وبزيادة بدون رائحة طيابك عليه الحضرة وش ديري جيبنين مع أيليو طيابك زين أيليو الأفضل يجمعنا موسيقى قدم لكم هذا البرنامج برعاية أيليو موسيقى 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 موسيقى